موسيقى يا اسلام سمعت بالتلفزيون انه اتباعك تعدوا المليارد صحيح الحكي؟ يبتوا انه اخر مرة سمعت فيها اخبار كانت قبل 40 سنة مو هيك دكتور؟ وكيف تكاثرتوا هيك؟ بالدعوة دكتور بالدعوة الناس بتشوفنا وبتشوف اخلاقنا الحميدة وتعتنق الاسلام بالدعوة ولا بالتخليف؟ بالاتنين سوا المهم عم نكثر ونتكثر وعين الحسود فيها دود والسان اللئيم يدرم من الجحيم هاي حلوة دكتور ويا سيدي بدي زيدك علم ونور انه القرآن تنبأ بتفوق الاسلام تفوق علمي؟ لا فكري؟ لا اقتصادي؟ تمان لا هاي كلها مو مهم يا دكتور لكن بشو بدوا يتفوق الاسلام؟ يتفوق عددا دكتور هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ايوا غصبا عن الجميع؟ لا بالدعوة دكتور ومرات عند الاضطرار دعوة مع الكراه ولو كره المشركون وبتعتقد انه الاسلام راح يسيطر على بقية الاديان في يوم من الايام؟ قال صلى الله عليه وسلم وَلَا يَتْرُكُ اللَّهِ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ هَذَا الدِّينَ يُعِزُّ عَزِيزًا وَيَذُلُّ ذَلِيلاً عِزًا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامُ وَذِلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفَرُ الله يسترنا هذا الشي مقلق سيد اسلام ليش دكتور؟ لانه مطرح ما الاسلام بيسيطر بسود العنف والكراهية والعنصرية واضطهاد الأقليات وقلة التعليم بدك تقول تخلف بس خجلان مني مو هيك دكتور؟ فهمك كافي سيد اسلام شوف دكتور نحن ما من قيمة اعتبارات لكل هالأمور اللي انت في زعام منها المهم انه كلمة الله تصير هي العليا والاسلام فوق الجميع شعارك سيد اسلام شبيه بشعار هتلر النازي ليشو شعار هتلر؟ ألمانيا فوق الجميع وكان بيكره اليهود ويدبحهم دكتور معقول يكون هتلر من جماعتي وما عندي أعلم؟ بعتقد ما بيختلف عنه كثير نفس الطبيعة والأفكار فاشي عنصري وسفاح الله أكبر فعلا في شبه كبير دكتور؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر